موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم وحلعة جديدة واحد من الناس في رمضان صباح الفل يا رجالة رمضان كريم عجبكم المسابقات اللي احنا بنعملها طب انا قبل ما اقول لكم انا هروح فين النهاردة انا هعمل مسابقة دلوقتي معاكم عشان انتم متسألتوش واللي حيجاوب انا حتديله الف جنيه دية ماشي جاهزين مسلسل رقفة الهجان اول مرة يعرض في التلفزيون المصري كان سنة كم اه اربعة وطمانين اه اربعة وطمانين اه اه انا قلت الشغال فيه مساعد موقع اه اربعة وطمانين اه 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 لا 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 خلاص ولا واحد نجح رقفة الهجان اه اه اتعرض في التلفزيون المصري رقفة الهجان اتعرض في التلفزيون المصري سنة الف تسعين وتمانية وتمانين وكان من اخراج الراحل الايحي العالمي وبتورة العظيم محمود عبدالعزيم ابو ذكر كويس مش حالة نشغل في المسلسل معكم ومو النهاردة انت عارفين هنروح فين النهاردة هنروح مشروع مشروع مشروعات الشباب المتوسط الدخل اللي مبنية هنا في اه في مصر مشروع اسمه عشان عايزك تخش على جوجل تدور عليه اسمه سكن لكل المصريين مشروع سكن لكل المصريين هدورك عليه على جوجل ها ونروح لبصها عليها ما مش عارفين رقفة الهجان وانت كسون لا كمان مرة حلقة جاية حلقة جاية يولا خليك على طول دنالية معايزك ريات جميلة رقفة الهجان ده كنا منصور ونحنا في رمضان انتو عارفين كده يعني انا افاكر اخر حلقة قبل ما تتزاق كنا بقتين كنت انا بقتين في التلفزيون مثلا عشان ماكسش بقى الحلقة الاخيرة فتا اول جزء اللي هو بقى رايح فيها اسرائيل تقوش علي انتو العفوط الهجان لا انا عرفو اه تركتو علي اه كمل على طول مساكن جميلة والله احنا وصلنا وات مساكن جميلة وو دي كلها معمولة لمتوسط الداخلي صباح الفل اه اه بس في عمال هناك ام خرش خد يمينك كده ايه 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 والله يا ما شاء الله ازيل في العمال وفي نهار رمضان ولسة بدري وشغالين نزيني كده بس السلام عليكم. الصباح الخير. تعرف عليك. نانس محمد عبدالعوذ. الصباح الخير. تعرف عليك. نانس محمد عبدالعوذ. أهلا بيك. نحن هنا في حالة عمران. رمضان كريم أولا. الله أكرم. نحن هنا في الإسكان المتوسط. في حضارك العاصمة. المساحة الشواء هنا عندنا شأن مية وعشر متر. المكان ده اللي نتوقف فيه حضارك عبارة عن تسعة وعشرين عمارة. إسكان المتوسط. مساحة الشواء. العمال كلهم شغالين. ما شاء الله. نحن الحقيقة في واحد من الناس بننزل نقول للعمال شكراً في رمضان. واللون كروسان طيبين. فى يا ريت لو ممكن ان شايفهم. مش عاز عطالهم وموبي ابنوا. لو ممكن انتهي لهم بعد اذنك. وحدتك منين. مصر. الشواء هنا ايه؟ سواء. سواء. عندك يا أبلاد؟ عندك ياه؟ بمعالد وبن. ما شاء الله؟ ما اسمك؟ إبراهيم عنا محروس. أريد أن تقولهم مين نهاردة في رمضان. ما ادن كل سلام إستهلهم ومطيبون. وربنا علىذا لكم أهم وخير. تعال يا حج. اسم حالك ايه؟ عمال أحمد سليمان لين حجاح مع عمال؟ أنا أبو كبير شارجيك نحن مسأل رمضان كريم الله أكبر في أولاد؟ في أين شاء الله مين ومين وين؟ مع أربع بنات وولدين الفطر هنا فين بقى؟ مفطر هنا وينت وقت الفطر كده بقول يا رب نفسك فيه؟ آه نفسي عندي بنت ربنا يشفهاله وأجوزها الطنبس بالخين إن شاء الله ربنا ييه وطلنا قبلها كمان إن شاء الله ماشي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا يتم عليكم لفرحة بخير وترجعوننا بالسلامة من السفر اللي انتو في إن شاء الله يا رب إن شاء الله حواليك منين؟ أصيب السلام عليكم عليكم السلام ميسوح عليكم أحمد براهيم سي أهلا بي زحالك إن شاء الله شغال نجار مسألة أنت بتعمل هنا عن مشروع عظيم أنت عارب كده؟ آه مشروع الحمد عندك أبريد قد إيه؟ بالي بتحوالي أربعة أشهر هنا في الشركة قاعدت هنا؟ أولدك إليها عمرهيم؟ يعني معي عندي 23 سنة و 22 سنة إن شاء الله أعيستو لهم حاجة النهبـة؟ أقول لهم ربنا يوفهم وحنا في رمضان هي عنه؟ أقول لهم ربنا يوفهم إن شاء الله بالخير بإذن الله �� sensitivity أقرح لهم على عيد داعي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أهدتك اهلا بيك من اين محمد احمد براين ماشا الله عندك كم سنة اه خمسة وعشرين ايه سهل يا بحمد نجار مسلم وعنتك اولاد لا لسه طب بص انا مش عايز اعطالكم انا باجي بس كده بقول لكم كورسان طيبين وبنعمل كده مشابقات خفيفة كده في رمضان عشان نقول لكم يعني ايه رمضان كريم فبتحبوا الفوازين والحكاية اتعطى رمضان طيب فانا حسألكم كده بعض الاسئلة ضموا علينا كده الله وربنا كريم واللي هيكسب حياخو تجذب بالنب مين الشاعر اللي اشتهر بلقب امير الشعراء من اول واحد اقل الرجل اللي ولا ده تعال طيب الف جنيه ده لنحن من الناس متقلاش فيها اسئلة تانية مش عايز حد يبص على الموبايلات مين الفنانة اللي قدمت شخصية السيدة العظيمة امه كلسوم في مسلسل تليفزيون شاية صابرين انت بذكر الف جنيه دي بعد من الناس اللي حسأله تاني ما يجاوبش بقى خلاص اللي كسب ما يجاوبش اللي كسب ما يجاوبش مسلسل رافت الهجان انا لسه قلت السؤال ما انا عارف بحمول ابيض اتعرض في كم جزء مسلسل المال والبانون الفنان شريف منير كان يقدم شخصية واحد اسمه فاريد فراويلا في الجزء الاول ومين اللي قدمها مكانه في الجزء التاني وانو مبروك الف جنيه دي في برنامج برنامج يا جماعة اللي جاوب ما جابش تاني طيب همكملين لسه؟ جاهزين؟ 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 طيب مسلسل زيزينيا يهل فغلان هموهة بدل كما قديني من المسلسل التاني من المسلسل using theças was theyas مين اللي غنى تتر مسلسل زيزينيا؟ علي حجار علي حجار مين يلي حمد حلو؟ مين يلي حمد حلو؟ تعالى اسمك ايه؟ منين؟ باسيوم أسوت أبروك يا بحمد ألف جنيه من البرنامج طيب مين اللي غنى تتر مسلسل بوابت الحلواني؟ علي حطار مين الأول؟ تعالى الهو هو اللي قال هناك هذا هو أول عدد الرجل. هل أنت مستفيداً؟ هل أنت مستفيداً؟ ما هو الحيوان الأسرع في العالم؟ الفهد، 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 أسرع في العالم. الفهد، مبروك، أنا بك سبيل. حسناً، من أين أخر سؤال؟ أخر سؤال، من أين تشرق الشمس؟ يا سلام، مبروك، شكراً جداً. كل السلام طيبين، رمضان كريم عليكم، أنتو بتعملوا عمل عظيم، وأنا بقول لكم أنتو أجمل ناس في مصر. ربنا يحفظكم، وإن شاء الله نيجي بقى المرة الجاية، يكون المشروع خالص وتبنى، وسكن وعمر بالناس وبالشباب، ربنا يا خالقكم، عايزين حاجة؟ رمضان كريم، يلا سورة سيرفي كلنا مع بعض، يلا. يلا للجلا. شوون طيبين، رمضان كريم، زي ما شوفنا حضراتكم، مشروع بتعمل الشباب متوسط الدخل، مشروع كبير، والعمال الجمال جاي من كل محافظات مصر عشان نبنوا ويعمروا، أنا أطلقت عليه وقلت أجمل ناس في مصر، عمال مصر. موسيقى 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 شكرا